بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح وكرم وبارك وعظم وعلى آلي وصحبتي والتابعين وتابعين بأحسن إليه ودين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعين الله اللهم إنا نسألكم وجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا تبتع عليه وعفيته ولا غوائبا إلا بالسلامة رددته ولا حاجبني لك رضا إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين اللهم أغفر ذنوبنا والسرع يوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا اللهم فرج عنا كل كرب وهم وغم يا رب العالمين الدنيا والآخرة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين نسألك السباتة في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك مشار ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام ريوب اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونتغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فحبنا إليك غير مفتونين اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وتضعب يا رب العالمين واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين اللهم بارك لنا في أسمعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا ودرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نكمل قراءة وشرح حشية الشيخ إبراهيم البيبوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضية بشجاع في ثقه السادة الشفعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومين وعلوم مشاييخ في الدارين آمين وفي الجلسة السابقة بدأنا فصل في أحكام الهبة وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح ويجوز أن تكون من هب من نومه زاستيقظ فكأن فاعلها استيقظ للإحسان وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة في عين حال الحياة وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين يعني شيء متعين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى هو المقصود ولو من الأعلى يعني ولول الأعلى لأن حروف المعاني تتعاور على معاني مختلفة فخرج بالمنجز الوصية وبالمطلق التمليك المؤقت وخرج بالعين هبة المنافع وخرج بحال الحياة الوصية ولا تصح الهبة إلا بهيجاب وقبول لفظا وذكر المصنف ضابط موهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته وما لا يجوز بيعه كمجهول لا يجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها فلا يجوز بيعها وتجوز هبتهما ولا تملك يعني ولا تلزم الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبضه الهبة لم تنفسخ الهبة ويقوم وارثه مقامه في القبض والإقباض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإن على وبعنين ألحق بموضوع الهبة العمر والرقبة ونقف عند هذا الحد ونقرأ الحاشية ثم نكمل العمر والرقبة بعد ذلك وقفنا في الجلسة الماضية على قوله وذكر المصنف ضابط ضابط الموهوب أي قاعدته فالضابط هو القاعدة الغالب يعني ما يندرج تحتها جزئيات كثيرة وقوله في قوله متعلق بقوله وذكر هو وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله يبقى في قوله لذر ومجرور متعلق بالفعل ذكر وكل ما جاز بيعه جاز هبته وهي قاعدة هامة يستدل بها أيضا على عدم جواز التبرع بالأعضاء كما قلنا قبل ذلك بناء على عدم جواز بيعها لأن لا يجوز للإنسان أن يبيع أعضاءه فإذا كان لا يجوز بيع العدو يبقى لا يجوز هبته وكل ما جاز بيعه جاز هبته أي وكل ما صح بيعه صح هبته فجاز هنا بمعنى الصحة فالمراد بالجواز هنا الصحة يعني وكل ما يصح بيعه يصح هبته ويبقى بالمفهوم وكل ما لا يصح بيعه لا يصح هبته فالمراد بالجواز هنا الصحة وإن حرم يعني ممكن يبقى البيع حرام لكن يقع وقت نداء الجمعة وإن حرمك البيع وقت نداء الجمعة يبقى البيع وقت نداء الجمعة حرام لمن واجب عليه الجمعة لكنه ينعط وهبة الشيء لمن يستعين به على معصية كذلك يحرم هبة الشيء لمن يستعين به على معصية وكذلك بيع الشيء لمن يستعين به على معصية يعني لو إنسان جاء يشتري منك سكين ليقتل آخر وأنت تعلم أنه يشتريها ليقتل بها لا تبعها له وكذلك لا تهبها له ولا تعرها له حتى لا تعينها المعصية يبقى وهبة الشيء لمن يستعين به على معصية أيضا تحرم كالبيع وقت نداء الجمعة وفي بعض النسخ جازت هبته يعني وكل ما جاز بيعه قال جازت هبته ذكر تاء التأنيس وهو الأولى طب إنما تركها ليه في النسخة ليه جاز هبته لأن الهبة مجازية تأنيس ومجازية تأنيس يجوز فيه إثبات التاء وحسها في الاسم الظاهر فيجوز طلعة الشمس وطلع الشمس ما لو قلت بخلاف ما لو قلت الشمس طلعت فتجد فيه التاء لأن انت ما تقول الشمس طلعت يعني هتفاعل طلعت فين ضمير مستتر تقديره هي مش كده برضو يعودوا على الشمس المذكورة مبتدأ والجملة الفعلية في محل فرافر خبره فطالما جاءت بالضمير وجب إظهار تاء التأنيس طالما جاءت بالضمير يبقى وجب إظهار تاء التأنيس يعني هتفاعل طلع الشمس هنا الشمس فاعل ما فيش ضمير فيه وظهر اسمي ظهر فيجوز فيها الوجهين طلع الشمس وطلعت الشمس لك لو قلت الشمس طلعت يبقى فاعل طلعت هنا فيه ضمير تقديره هي يعودوا على الشمس فإذا كان الضمير يبقى يجب التأنيس يجب ظهور التأنيس طالما تعودوا على ضمير واضح؟ بخلاف ما لو قلت الشمس طلعت فتجد فيه التاء لأن الضمير يجب فيه التأنيس وإن كان مجازي التأنيس ومحصل هذا الضابط أن ما صح الضابط اللي هو كل ما جاز بيعه جاز هبته أن ما صح أن يكون مبيعا صح أن يكون موهوبا وفيها استثناءات يعني فيه استثناءات يعني فيه أشياء لا يصح بيعها ومن ذلك مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعصر أو أعتقها فهنا يجوز بيعها ولا يجوز رهنها يعني فيه بعض السور أشياء يجوز بيعها ولا يجوز رهنها خارج عن القاعدة مثلها الجارية المرهونة يعني إذا رهن جاريته بسبب دين عنده فرهنها وإذن الجارية استولدها الراهن المعصر يعني أنجب منها أنجب منها الراهن المعصر وإذا أنجب منها صارت أم ولد كويس صارت أم ولد والأم ولد بتتحرر بعد وفاة سيدها الجارية المستولدة لا يجوز هبتها لا يجوز هبتها لكن لو كان معصرا صاحبه يجوز بيعها يجوز لو أن يبيعها ولا يجوز لو أن يرهنها يخرج عن القاعدة منها الكارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعصر أو أعتقها فإنه يجوز بيعها للضرورة ضرورة الفلس الإفلاس ولا يجوز هبتها ومنها المثال الثاني فيما يجوز بيعه ولا يجوز هبته ومنها المكاتب يجوز بيع ما في يده ولا يجوز هبته من غير إذن سيده العبد المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بأقصاد ما زال سيده له سلطان عليه إلا أنه يعمل هذا العبد يعمل ويتكسب ليسدد ثمنه لسيده فما كان في يده في يد المكاتب يجوز له أن يبيعه حتى يسدد ثمن نفسه ولكن لا يجوز أن يوهبه لأن ما في يده إن لم يبيعه ليستفيد به في تسديد دينه فهو ملك سيده أصلا وبالتالي لا يجوز أن يهبه لأنه لا يملكه لكن يجوز أن يبيعه لوجود عقد المكاتبة واضح ويجوز بيع ومنها المكاتب يجوز بيع ما في يده أي ما تملكه حتى يسدد أقصاد الكتابة التي عليه لتشوف الشارع للعطق تفرقت الأحكام تفرق الأحكام من سبب تشوف الشارع للعطق إن الشرع يريد أن يعينه وأن يعتق نفسه فأجاز له أن يبيع ما في يده لكن لم يجوز له أن يهب ما في يده لأنه هبت ما في يده كأنه يتصرف غير ملكه لأن ما في يده لو لم يدفعه ثمنا لنفسه فهو في ملك سيده فيبقى لا يجوز هبت ما في يده إلا بإذن سيده لكن يجوز بيع ما في يده بغير إذن سيده فتفرقت الأحكام ومنها المكاتب يجوز بيع ما في يده ولا يجوز هبته من غير إذن سيده لأن عقد الكتابة جعل ما في يده له أن يبيعه تشوفاً لمعاونة لأتق ولم يجوز له أن يهبه لأنه لا يعود عليه معاونة في الأتق واضح؟ ومنها المثال الثالث اللي هو خارج عن القاعدة المنافع يجوز بيع المنافع بالإيجارة لأنها بيع للمنافع وفي هبة الإيجاء المنافع وجهان وجه يجزها وجه لا يجزها في أخلاف كما تقدم ومنها مسائل غير ذلك مذكورة في شرح البهجة وغيره قوله وما لا يجوز بيعه إلى آخره لما قال وكل ما جاز بيعه جاز هبة كأن في المفهوم طب وما لا يجوز بيعه يبقى لا يجوز هبة من حيث المفهوم هذا بيان لمفهوم كلام المصنف يسمون مفهوم المخالفة فهو عكس الضابط المذكور وقد استثني من هذا المفهوم مسائل هيجب لك أشياء يجوز هبةها ولا يجوز بيعها مستثناء كما جاب لك في المنطوق أشياء على العكس يجوز تبيعها ولا يجوز تهبة ففي أشياء بقى بالعكس يجوز أنك تهبة ولا يجوز أنك تبيعها يبقى مفهوم المخالفة له استثناءات ومفهوم المنطوق له استثناء المنطوق ذكرنا استثناءات زي البيارية المستولدة إذا كان رهنها أو أفلسة فيجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يهجب وزي المكاتب يجوز أن يبيع ما في يديه ولا يجوز أن يهب ما في يديه إلا بإذن سيد وزي بيع المنافع يجوز بالإيجارة وفي الهبة المنافع وجهان خلاف هنا بقى في المفهوم وما لا يجوز بيع هذا بيان لمفهوم كلام المصنف هو عكس الضابط المذكور وقد استثني من هذا المفهوم مسائل كما استثني من المنطوق مسائل تقدم ذكرها منها المستثنى من المفهوم ما ذكره الشارخ بقوله إلا حبتي حنطة ونحوها أنت الوقت تروح تشتري حبتين أمش لا يجوز لأنها لا توزن وغير منتفع به لا توزن وغير منتفع به كويس يعني شما قلت روح للرجل عند القمح تقول أريد حبتي حنطة أو ثلاث حبات أرز هي اضحك عليك حتى لكن ممكن يقول لك التعايز أنا ما ببيعهمش خدهم يد يوهبهم لك فيجوز أن يوهبهم لك لكن ما يجوز أن يبيعهم واضح بقوله إلا حبتي حنطة ونحوها ومنها حق التحجر كأن نصب علامات على موات ولم يحييه يعني جا في أرض موات لا يملكوا أهل حدرها يعني عمل صور في مساحة منها على أنه حي سوف يحييها يعني يستصلحها أو يبني فيه ثم لم يبني فيها شيء فلا يجوز أن يبيعه لأنه لم يتملكه لكن يجوز أن يهبه لغيره واضح لأنه لم يحييها ومنها حق التحجر كأن نصب علامات على موات ولم يحييه ولم يحييه فإنه يثبت لو فيه حق التحجر فيجوز هبته ولا يجوز بيعه لأنه لم يتم الإحياء ومنها صوف الشاه المجعولة وضحية ولبنها وجلدها أنت لو واخد جايب شا وجعلتها وضحية نزرا يبقى الشا دي واجبة كويس لا يجوز أنك أنت تبيع أي شيء منه لأنها المنظورة كلها للفقراء كلها لله توزع الفقراء لا تملك أنت فيها شيء طالما نذرتها خرجت أنت منه إلا أن سلطانك عليها فقط أن تنفذ ما فيها من نازل تنتظر وقت الأضحية حتى تسبحها لكن يجوز أنك أنت تأخذ صوفها وتهبوا للناس لكن لا تأخذ الصوف وتبيعوا ويجوز أنك أنت تأخذ لبنها وتهبوا للناس لكن لا يجوز أنك تأخذ لبنها وتبيعوا واضح؟ يبقى فيها أشياء تتفرق فيها لحكام وكذلك جلدها لما تيجي تسبحها بيبقى لها جلد يجوز أنك تهبوا للجزار ولكن لا يجوز أن تبيعه للجزار ولا تجعله جزءا من ثمن جزارته ومنها كذلك الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز أنك تبيع الثمار قبل بدو صلاحه لكن يجوز أنك توهده واضح؟ كل دي مستثنيات للقائد ومنها الثمار قبل بدو الصلاح فتجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع لو بعت أنت استمار قبل بدو صلاحه يشترط يشترط في الحالة دي أنك أنت تشترط القطع مباشرة وطبعا ما حدش حيط على استمار قبل بدو صلاحه يبقى ما تبيعش قبل بدو صلاحه لكن في الهبة يجوز أنك تهمها ولا تشترط عليه أنه يقتحها في الحال واستثني مسائل غير ذلك مذكورة في شرح المنهاج وغيره فاقتصار الشارح في الاستثناء على ما ذكره تقصير وقد علمت المسائل المستثناء من المنطوق والمسائل المستثناء من المفهوم وبهذا تعلم ما في صنيع المحشي الوالبرماوي الشيخ إبراهيم البرماوي حيث جمع بعض المسائل الأولى مع الثانية وجعل كل مستثناء من المفهوم يعني البرماوي في الحشية بتاعته جعل المستثنى من المفهوم والمستثنى من المنطوق كله مع بعضه كده ده امثلة ولم يميز يعني بينهم واعترض على الشارح بقوله بعض الناس اعترضت على ابن قسم الغزل اللي هو الشارح لقوله ولو جعل الشارح لكلام المصنف مفهوما وفيه تفصيل لا سلم من حصر الاستثناء الذي ذكره لعدم صحته اذ يرد عليه المستولدة من معصر المرهونة الى اخر عبارة والحق ما بيناه لك كما صنع الشيخ الخطيب يعني في ناس اعترضت على انه استثنى من المفهوم الشارح وانه ما جابش سيرة المستولدة فردوا عليهم قالهم لا ده المستثنى من المنطوق وود امثلة للمستثنى من المفهوم فالعترض على الشارح وما لا يبوز بيعه كمجهول اي فانه لا يبوز بيعه فلا تبوز هبته كان يقول وهبتك احد هذين الثوبين او العبدين لما يقولك وهبتك احد هذين العبدين او الثوبين ولم يحدد ايهما يبك انه بالضبط بيهب مجهول واضح فلا تصح الهبه لان هذا مجهول وكذلك لا يصح بيع المجهول يعني ما ينفعش برهم اتبيع تقول الواحد ايه بعتك احد هذين الثوبين بكذا لازم تحدد له ايهما لانه كأنه مجهول وكذلك في الهبه فلا تصح الهبه لان هذا مجهول ومثله النجس او النجس والمغصوب لغير القادر على انتزاعه لا لا يصح بيع النجس ولا بيع المغصوب طالما انت غير لواحد لا يستطيع ان ينتزعه يعني بعض الناس غصبوا منك ما تملكه يجوز انك تبيع هذا المغصوب لواحد يكون عنده سلطان يستطيع ان ينتزعه واضح لكن لا يجوز ان تبيعه لانسان لا يستطيع ان ينتزعه لانك كأنك بعت غير مقدور على تسليمه ومن شروطها عقد البيع ان تبيع ما تملكه وان تكون قادر على تسليمه واضح والمغصوب لغير القادر على انتزاعه يعني ولا يجوز بيع ولا هبة المغصوب الا للقادر على انتزاعه والضال الضال اللي هو التائه الضائع يعني كنت تملك شيئا فضاع منك فلا يجوز انتهب هذا الضائع ولا ان تبيعهم والقابق قد يكون الضال تبقى دابة ضلة او عبد ضل وقد يكون الضابق الضابق تبقى صفة للعبد الهارب صفة للعبد الهارب الهارب عن سيدي عن سيدي والقابق فلا يجوز بيع ذلك ولا هبة لكن الضال صفة لأي للعبد وللدابة صفة للعبد ولدابة كويس اما يقول ضال يبقى اي حيوان واما يقول تائه ضائع ضائع يبقى ايه حاجة جماد يعني اما تقول ايه ضال يبقى يقصد ايه دابة ضلت منه او عبد او امى ضلت منه يسموه ضال انما لما يبقى جماد يعني ليس حيوان وضع منك تقول عليه ايه الضائع كويس يبقى كل دي امثلة لاشياء لا يجوز بيعها ولا يجوز بك المجهول والنجس والمغصوب لغير القادر على انتزاعه والضال والقابق فلا يجوز بيع ذلك ولا يبك قوله الا مديك ايهنا مستثنيات من المفهوم يعني اشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز هبت قوله الا حبتي حنطة ونحوها اي نحو الحنطة من المحقرات كشعير وقد علمت ما في هذا الاستثناء من القصور وقوله فلا يجوز بيعها اي حبتي الحنطة ونحوها وقوله وتجوز هبتهما اي تصح الانتفاء المقابل لهما كما جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد وان قال ابن النقيب ان هذا سبط القلم فهو مردود قوله ولا تملك يعني ولا تلزم الهبة الا بالقب احنا عندنا في البيع في عقود البيع يملك المبيع بالعقد بالعقد لكن في الهبة لا تملك الهبة الا بالقب كويس مش بمجرد القول لابد ان يقبضها ولا تملك يعني ولا تلزم الهبة الا بالقب لما كان ظاهر كلام المصنف ان الهبة تملك بالعقد ولا تلزم الا بالقب وليس كذلك بل لا تملك ولا تلزم الا بالقب اصلحه الشارح كما ترى لان لما يقصها الاول وقال لك وكل ما جاز بيعك ذهبة وممكن يتطرق لزهن القارئ ان يبقى تملك بالعقد عقد الهبة فعلى شك كده جاز الشارح يريد ان هو يزيل هذا المفهوم من زهن السامع فقال ولا تملك ولا تلزم يعني وقال لا تملك والمصنف ايض ولا تلزم الا بالقب اصلحه الشارح كما ترى وقوله الهبة اي بالمعنى الاعم الشامل للصدقة والهدية ولو من اصل لفرعه الصغير فلا تملك الا بالقبض عنه كما هو مقتدى كلامهم في الباية ونحوه خلافا لما حكى ابن عبدالبر والكلام في الهبة الصحيحة غير الدمنية وغير ذات الثواب فخرج بالصحيحة الفاسدة الهبة الفاسدة لا تملك اصلا ولو بالقبض يعني وهبه وهبه فاسدة كأنه وهبه ما لا يملكه وخبارك وقبضه برضو لا يملكه لأن الهبة فاسدة فالهبة الفاسدة لا تملك حتى ولو قبضه واضح ولو بالقبض وبغير الضمنية يعني في الهبة ايه الهبة الغير الضمنية اللي هي مستثناء الغير الضمنية تصح الهبة الغير الضمنية كما لو قال اعتق عبدك عني مجانا يعني ايه يعني كأنه بيقول هب لي عبدك فاتملكه ثم اعتقه عني لأنه عليه عفق عبد انا مثلا علي كفار عفق عبد وانا لا املك عبد ولا املك ثمن فذهبت لصديقي قلت له اعتق عبدك هذا عني مجانا كأني قلت له هب لي هذا العبد لكي اعتقه فهنا ما قبضوش فدي هبة ضمنية واخد بالك ازاي بالرغم انه ما قبضوش الهبة ضمنية دي الا اللي تشوف الشارع للعطق اجازها الفقهاء كما لو قال اعتق عبدك عني مجانا فاعتق عنه فانه يسقط القبض في هذه الصورة طب يسقط القبض في الصورة دي ليه لتشوف الشارع للعطق لانه لو مش ناعد القعد نقوله ما ينفعش كده ولو قلنا ما ينفعش كده يظل العبد رقيق والشارع يشجع تحرير الرقاب فام صححها للشرع من اجل مقاصد الشريعة بالرغم انها تخالف القواعد يبقى مراعاة المقاصد اولى من مراعاة القواعد مراعاة المقاصد يعني اذا كانت القواعد المقاعدة للعقود تحول بين تحقيق المقصد يوم يستسنى القاعدة ونحقق المقصد كأن المقصد فيه اولوية له الاولوية اذا تعارض مع القاعدة نجنب القاعدة وننشي المقصد زي ما قلنا برضو في الوقف في اشياء كثيرة هتقابلنا وزي ما قلنا لا يجوز ان الانسان يتملك اصله مثلا في عقود البيع فلو اشترى عبدا وبان له انه ابوه المفروض انه ايه هو لا يتملك اصله وكذلك لا يتملك فرعه فطالما لا يستطيع ان يتملكه يبقى لا يستطيع ان يشتريه لان في زهن لا يمكن قدامه نفسه او ازيد منه دي سموه هبة الثواب زي ما الناس بتجمل بعضها في المناسبات علشان ايه لما تحصل مناسبة لهذا المجامل تقوم انت تردله ما دفعه لك سموه هبة الثواب هبة الثواب في صورة بيع على فترة كأنها بيع فانه يسقط وبغير ذات الثواب الهبة ذات الثواب فانها تملك ولا تلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار لانها بيع كما مر يعني الهبة ذات الثواب حكمها حكم البيع فالبالك بتلزم بالعقد بمجرد العقد قوله الا بالقب يعني ولا تلزم الهبة الا بالقب لا بالعقد لا بالعقد كعقد البيع يعني لانها عقدا عقد ارفاق كالقرب في عقود اسمها عقود ارفاق يعني عقود مواساة جعلها الشارع حتى يعني تيسر معاملة الناس فيما بينهم البعض يسموها عقود ارفاق زي عقد ايه زي عقود القرب والامانة والامانة عقد الامانة وزي الوديعة وزي برضو الهبة عقد ارفاق كالقرب فلا تملك ولا تلزم الا بالقب ولانه صلى الله عليه وآله وسلم جايب لك دليل كمان من السنة ان النبي ارسل هدية ثم بعد ذلك بعدما ارسلها ولم يتم قبضها اخذها النبي واهدها لغيره كويس ولانه صلى الله عليه وسلم اهدى الى النجاشي ثلاثين اقية مسكا وقيل اربعين تعتبر يعني المسك الطبيعي ثلاثين اقية منه دي يعني تعتبر هدية غالية او يعني النبي سلسل بيبعث لملك هدية لازم تهدية بقى قيم اهدى الى النجاشي ثلاثين اقية مسكا وقيل اربعين ثم قال لام سلمة لزوجتي إني لأرى النجاشي قد مات يعني والهدية دي هترسل بعد ما وضبها وحيبتدي يرسلها ربنا أوحى للنبي النجاشي مات كويس ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد الهدية يعني لما حيرسلها حيمشي الرجل المرسال يوصل إلى النجاشي مات حيرجع بها تاني يترجعها للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا ردت إلي فهي لك قال لي ستنون أم سلم كده لو ردت إلي يبقى لك لست معبضتها ستنون أم سلم كويس فكان الأمر كذلك يعني وجدوا النجاشي مات وردت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما ردت قسمها صلى الله عليه وسلم بين نسائه ولم يخص بها أم سلم لأنها لم تتملكها بالوعد تتملكها بالقبض فلما لم تقبضها وجد النبي الأفضل أنه قسم بين زوجاته حتى لا تكون هناك غيرة بين زوجاته بعضهم والبعض فقدم المصلحة والقبض هناك البيع لكن لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بينها دي في البيع في عقد البيع القبض يتم بالتخلية تقول لك البضاعة هي خش خده يفتح لك الماخزن ويخش خد البضاعة هي بخلى بينك وبينها أو أن يمسك البضاعة فطها قدامك كويس كل ده في عقد البيع تمشي لكن في الهبة ما تنفعش الحاجات دي لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بين يديه بغير إذن ولا الإتلاف لأنه غير مستحق للقبض يعني لو أتلفها كويس لو تلفت ما يطلبوش الموهوب له ما يطلبوش لكن في عقد البيع لو تلفت قبل أن يقبضها يرفو بدلها أو عوضها لكن في الهبة أنا وهبتك شيء فقبل أن تقبضه تلف مني ما ينفعش أنك تتيجي تطلبني به أو تقول لديني عوضه لكن في البيع تطلبني به وتطلب أو عوضه أو ثمن واضح لأنه غير مستحق للقبض بخلاف البيع إلا إذا كان الإتلاف بالأكل أو بالعطق إذا كان بإذن الواهب لكن يجوز له أنه يتلفه بالأكل أو بالعطق إذا كان بإذن الواهب ويقدر ويقدر انتقاله لي قبيل الأكل والعطق يعني إفرد أتلفه يعني كاله يعني استهلكه خلاص طالما استهلكه يبقى قبضه ما أقدرش طلبه به لأنه وهبته له لكن إفرد وهبت له الطعام فأكل بعضه وأنا أردت أن أأخذ البعض الآخر يبقى البعض الآخر الذي بقي أمامه ده مازال لم يقبضه لأنه قبضه إنه إيه يزدرده يعني يبتلعه فممكن إننا نشيله تاني زي أنت ما بتقدم الصينية فيها طعام لضيفك اللي بيبقى بتلفهوله ولا بتاخده اتدخله تاني أولادك يأكله منه يتدخله يأكله منه وأخذ بالك يعني ما نقبتش أنت أنك أنت قدمت لأنه مازال ده واستهلكه هو ده اللي أنت وقبت له أو لو أنا أعتقت مثلا عبد لو أعتقت عبد ووضعت أمامه وهو رح أعتقه يبقى ما طلبوش بي بقى خلاص لأنه طالما أعتقه يبقى تسرب بيك إنه استهلكه لكن لو لم يتم القبض عليه ومازال أمامه لي إن أنا أرجع في أي وقت لكن لو خده مني ورح أعتقه على طول يبقى ما أدرش لأنه يعتبر استهلكه ويقدر انتقاله إلي قبيل الأكل والعفق باللحظة اللطيفة نقول تقديرا قول بإذن الواهب أو إقباده بالأولى فلو قبضه بلا إذن يبقى لا تلزم ولا تملك الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب أي بإذن الواهب أو إقباده يعني ما يدهلك باليب يدًا بيد هذا معنى الإقباد أو بإذنه يأذن لك يقول إقبادها أو خدها أو إقباده أو إقباده بالأولى فلو إلا بإذن الواهب أو إقباده أو بإقباده بالأولى فلو قبضه بلا إذن يعني لو الموهوب له قبضها بلا إذن ولا إقباد ولا مناولة من الواهب لم يملكه أي الموهوب له لا يملك هذا لأنه قبضها بغير مناولة من الواهب أو بغير إذن من الواهب طب لو عمل كده بغير الإذن والمناولة يبقى في ضمانه لو تلفت في يده ودخل في ضمانه فيجب رده إن بقي وبدله إن تلف فلو رجع عن الإذن قبل القبض يعني فلو رجع الواهب عن الإذن قبل القبض قبل قبض الموهوب له الهبة بطل اللي بطل إنه إيه بطل القبض يعني ولو اختلف في الإذن طيب افرد اختلف ألا أذن لي والتاني ألا أنا لم أأذن له فاختلفوا في الإذن ورحوا للقاضي ولو اختلف في الإذن صدق الواهب الواهب اللي هو الملك الأصلي لأن الأصل عدم الإذن واضح ولو اتفق على الإذن واختلف في الرجوع طيب قاله أنا أذنت له بس أنا رجعت الكلام واخد بالك قبل القبض صدق الموهوب له لأن الأصل عدم الرجوع في الهبة الأصل كده عدم الرجوع في الهبة يبقى لو اختلفوا في الإذن تبقى إيه نصدق مين الواهب لو المالك ولو اتفقوا على الإذن إنه تم ولكن اختلفوا قاله تم الإذن ولكن رجعت منها قبل القبض فاختلفوا في الخبض الأصل في أن الإنسان لا يعود في هبة فيبقى إيه نحكم للموهوب له يبقى لو اختلفوا في القبض واتفقوا على الإذن نحكم للموهوب له ولو اختلفوا في الإذن صدق قول الواهب لأن الأصل عدم الإذن قوله فلو مات اللي هي النظام إيه اليقين لا يزلوا بالشك تبع قاعدة إيه اليقين لا يزلوا بالشك وذي قاعدة موجودة ولها نظائر كثيرة في الفروع المختلفة فلو مات الموهوب له أو الواهب يعني لو مات أحد الطرفين أي أو جنة أو أغمي عليه يعني صار غير صالح أن يكون طرفا في العقد يعني بعدما كان عنده أهلية العقد فقد أهليته إما بالوفاء أو الجنون أو الإغماء يقوم ولي المجنون مقامه وأما الإغماء في الإغماء ننتظر إفاقته في الجنون ولي أم كان طابه في الموت ورسطة أم كان واضح ويقوم ولي المجنون مقامه وأما الإغماء فينتظر إفاقته منه لقرب زواله فإن أيس منه فكالمجنون يبقى وليه وقوله لم تنفسخ الهبة يعني ما تنفسخش الهبة بزوال أهلية أحد العاقدين الموهوب الواهب أو الموهوب له بموت أو جنون أو إغماء لأنها تقول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار لأن تقول يعني إيه يعني مصرها أن تكون لازمة بالقبض هذه معنى تقوله وقول ويقوم وارثه أي وليه في الجنون والإغماء عند اليأس كما علمه مقامه أي مقام أحدهما أي الموهوب له أو الواهب نشوف العارض ده حصل لمين ويقوم مكان وليه سواء كان حصل العارض للواهب أو للموهوب له وقوله في القبض أي بالنسبة للموهوب له وقوله الإقباض أي بالنسبة للواهب ومثل الإقباض الإذن في القبض والرجوع في الهبى كأن يقول رجعته في الهبى وتكون ملكا له وإذا قبضها أي الهبى بالمعنى الأعم الشامل للصدق والهدية الموهوب له أي أو وارثه أو وليه بإذن الواهب أي إقباض أو وارثه أو وليه كما علم من ممر طب لو تم بقى القبض لازمة الهبى طب له أن يرجع بعد القبض أم لا لأ عند الشفعية لا يجوز الرجوع إلا لو كان الموهوب له فرعه ابنه إنما لو لم يكن ابنه لا يجوز الرجوع لأ لو كان أجنبي لا يجوز الرجوع فيه يقول الأحناف عكسينه الأحناف عكسينه يقول لك لا ما يرجعش في الهبى للإبن لأن هذا يؤدي إلى التشاحن والبغضاء وقطع الرحمة هذا رأي الأحناف كده لكن مع الأجنبي مش مشكلة الشفعية قالوا لا مع الأجنبي لا يجوز لأن الأجنبي لا يسلطان لك عليه إنما الإبن لك سلطان الأبوة عليه واضح قولوا لم يكن للواهب أن يرجع فيها أي لخبر الخبر هو الحديث يعني دليل عدم الرجوع في الهبى إيه لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده والحديث ده روال إمام الترمزي والحاكم وصححها والشفعية خده بنص الحديث في استثناءنا أجازه الوالد يعطي ولده طبوا لحناف عملوه في الحديث ده قال لك ما هذا خبر أحد وإحنا الأصل عدم قطيعة الرحم وإن الطريقة دي حتؤدي إلى قطيعة الرحم لما ناخدش بالحديث لأنه ده أحد ونرجع للأصل إنه ده قد يؤدي إلى قطيعة الرحم واضح؟ هذه طريقة ترد الأحناف الشفعية عندهم إذا صح الحديث فهو مذهبهم إذا صح الحديث يبقى مذهبهم التانيين يصح الحديث وخالف ما هو أقوى منه ما خالف المتواتر خالف المتفق عليه يبقى ما إيه ما يستسنهوش كمان لا ده يعتبره خلاص يبقى ملغي كأنه ما يعردش واضح؟ دي طريقة تفهم الأحناف للفروه لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهبهبه فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد فيما يعطي ولده رواه الترمزي والحاكم وصححه والمرج بالعطية في الحديث الصدقة والهدية وبالهبة خصوص الهبة ذات الأركان بطرينة العطف قوله إلا أن يكون والدا أي إلا أن يكون الواهب والدا للموهوب له فله الرجوع ولو كان قد أسقطه ذكر أن كان أو أنثى يعني الوالد ده سواء كان أم أو أب مش خاصة بالأب بس يعني ممكن الأم تهب ابنها وترجع في كلامه ومش الأم بس القريبة والجدة والأب والجد يعني الأب وين على والأم وإن إيه أعلت كل دول شموم أماء لو وهب أحد أحفادهم حاجة ممكن يرجعوا فيه حتى بعد ما يقبض ذكرا كان أو أنثى غنيا كان أو فقيرا صغيرا كان أو كبيرا ولو مع اختلاف الدين كمان وقول وإن على أي فيشمل سائر الأصول من جهة الأباء والأمهات فالمراجب الوالد كل من له ولادة قريبا كان أو بعيدا وخصوا بذلك وخصوا بذلك ليده الاستثنون الأباء استثنوا ليه لانتفاق التهمة عنهم فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة لوفور شفاقتهم دمال الأباء عندهم شفاقة مش حيرجع في الهباء إلا لأنه بانت له مصلحة أعلى لأنه إيه عنده شفاقة أصلا لا يريد أن يؤذي أبنائي ولا أحفاد فوفور الشفاقة جعلت إيه عدم سوء الظن موجود في الرجوع واضح فأصبح الرجوع مقبول بخلاف الأجانب لأن مع الأجانب ما فيش الشفاقة موجودة بين الناس بعضوه بعضك علاقة الأب دبنه من حيث الشفاقة فلو عمل كده مع الأجنبي هتحصر شقاق لكن مع ابنك ما هو ابنك بقى يستحملك وشايف وعايش معاك وشايف أنه ظهرت المصلحة أنه يرجع خيرق بخلاف الأجنبي ومذهب الحنفية عكس مذهبنا معللين بأن الرجوع في الوالد يورث الشحناء والبغضاء فيترتب على ذلك العقوق بخلاف الأجانب ومحل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا إمتى يرجع لو وهب ابنه الحر طب لو وهب ابنه الرقيق هبا صارت ملكا لسيده مش ملكا لابنه بي ما عرفش يرجع فيها واضح فيما إذا كان الولد حرا فإن كان رقيقا فلا رجوع لأن الهبا له هبا لسيده وهو أجنبي وسيده أجنبي عنه ومحل أيضا في هبة الأعيان يعني يصح أن يرجع في هبة الأعيان لكن ما يرجعش في هبة الديون واضح كان وهب لولده دينا له عليه في الدين ما يعرفش الوالد يرجع يعني يفرد ابنك استلف منك عشرة ألف جنيه فوهبته له وقلت له خلاص أنا مش هيئة من فعش ترجع تقوله دين العشرة ألف لكن لو وديت له العشرة ألف ممكن تقوله الدهوم دي ترجع فيهم دين لكن لو وهبته دينا ما ترجعش فيه واضح كل دي مستثنيات من القوى كان وهب لولده دينا له عليه فلا رجوع له فيه سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف شبهوا الدين إيه هبة الدين إنه وهبه شيء وأكله خلاص استهلك هياخده منين واخده لم يبقى له عين واضح فشبهوه بأنه كأنه وهبه شيئا فأتلفه أو استهلكه وشرط الرجوع إمتى له أن يرجع في هبته لولده بقاء الموهوب في سلطنة الولد يعني أنا وهبت ابني شقة فامتلكها بالهبة وفضلت معايا في حياسته ممكن أرجع فيه طب افرد وهبته الشقة دي رح بيعها ما عرفش أرجع فيها بقى وتصرر فيها بقى واضح لكن طول ما هي بقية في حيازته ممكن أرجع فيها بأي وقت لكنه أخذها مني ورح بيعها واضح يبقى معرفش أرجع فيه لأنه صارت في حيازة غيري أجنابي عنه ما العقد عندنا بالألفاظ بالشرط يبقى كاتب يعني الناس متصورة للهبة يعني لازم يكتب لا العقود كلها في الشرع الشريف بالأقوال كده ويجي بشهود بس وخلاص لأنه قلت الأمانة أصبح أن الناس تنكر العقد بعد وضعهم فأصبحت الكتابة هنا من باب التوثيق وليس من باب ضروريتها للعقد لا أنا من باب التوثيق فقط والتذكير ممكن ينسى بعد فترة وممكن الشهود يموت ممكن هو ينسى والشهود يموت فلما بتكتبها بتبقى إيه عندك يعني وثيقة تقدر تذكر به وشرط الرجوع بقاء الموهوب في سلطنة الولد ولو أبقى الموهوب أو غصب فيرجع فيهما فيرجع فيهما لبقاء السلطنة ولو أبقى الموهوب أو غصب فيرجع فيهما لبقاء السلطنة يعني أنا وهبته عبد والعبد ده هرب منه ليه أننا نرجع في الهبة ولما يبقى نلاقي العبد يرجع لنا ما يرجعش الابن واضح لبقاء السلطانة سلطانة الأبوة هذه سلطان الأبوة دي موجود ولا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطانة أيضا وما يمنعش الرجوع أنه هو ياخد ما وهبته ابن ياخد ما وهبته وياخده يرهنه ويشتري بيه حاجة تانية ليه أننا نرجع بقض واضح حتى لو رهنه طب ولو وهبت أنا شيء وقبل أن يقبضه وهبه لغيره ليه أننا نرجع لأنه لم يتم بالقبض واضح ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطانة أيضا واضح وأما بعد القبض فلا رجوع له لكن لو وهبه بعد القبض ما ينفعش الأب بيرجع لأنه والابن خده وهب خلاص خرج من سلطنته لزوال سلطنته ولو لم يزل ملكه كما في سورة الرهن بعد القبض وكما في سورة الجناية والفلس فلو جنى الموهوب أو أفلس الموهوب له وحجر عليه امتنع الرجوع لتعلق الحق بالموهوب الذي يمنع بيعه لو جنى الموهوب يعني الدته عبد والعبد دعم الجناية الجناية دي لها أرش تعويض كويس أو أفلس الموهوب له يعني وهبت لابن شيء وابن ده أفلس فحجر عليه وصار ما وهبته إليه إيه عليه سلطان القاضي بالحجر لا يتصرف به بهم أو أفلس الموهوب له وحجر عليه امتنع الرجوع لتعلق الحق بالموهوب الذي يمنع بيعه لأنه تعلق حق الدائنين بالحجر والدائنين دول أجانب فما ينفعش أن نرجع في الهبة ونسيب الأجانب دول اللي اليوم حقوق متعلقة نعم لو قال في صورة الجناية أنا أؤدي أرش الجناية وأرجع ممكن في الأصح يعني لو لو جنى العبد اللي وهبته جنى جناية واخد بالك لا يستطيع أنه هو يسترد الأبد من ابنه بعد ما جنى هذا العبد الجناية لأن عليها أرش ممكن يسترده امتا لو يقول أنا حاخد العبد وأنا أدفع لكه ويدفع للناس أرش جنايتي يعني تعويد الذي جنى به في الحالة دي ينفع أنا أؤدي أرش الجناية يعني تعويد الجناية الأرش هنا يعني تعويد الجناية وأرجع ممكن في الأصح في الأصح يعني دليل أنه مقابل الأصح لا يمكن برنا لأنه فقط سلطان يعني لا يمكن يعني هي يعني يترك لأصحاب التعويد هم اللي وفقوا أو ما يفقوش يقول لك لا إحنا عايزين ناخده منه هو مش منك إنت يتحكموا بقى فهمت ففي الحالة دي يبقى في عندنا الأصح يمكن بحكم القاضي والتانيين يفقدوا الاختيار واضح وفي وجه تاني يقول لك لا يمكن إلا بموافقة الآخرين ولا رجوع له في بيض فرخ ولا في بذر نبت ولا رجوع له في بيض فرخ ولا في بذر نبت لأن المهوب صار مستهلكا أنا أدته بزور وهبتهاله بزور دي يعني صالحة لأنها تبذر في الأرض تزرع فخدها عنده وفسدت سبتها لما نبتت وفسدت من غير ما يحطها في الأرض ما ينفعش الرجوع فيها لأنها مفيش فائدة منها كأنها ستهلكت أو خل البذور دي بدلا ما يبذرها في الأرض أكله كويس وكذا بيض فرخ يعني وهابتهالبيض لأن دي كلها مستهلكات ما ينفعش أنها نكلمه عليه كأنه كله ولا يمنع الرجوع تدبير ولا تعليق عطق بصفة ولا يمنع الرجوع تدبير يعني إيه يعني أنا أعطقت عبد الديت العبد بتاعي ده لابني صار عبدا عندهم هبا فقام ابني قال للعبد ده أنت حر دبور موتي ده اسمه تدبير ده الوعد قال له أنت حر دبور موتي التدبير ده ما يمنعش الرجوع واضح لأنه يرجع ويرجع العبد ثاني لمالكي الأول ولا يمنع الرجوع تدبير ولا تعليق عطق بصفة أو قال له مثلا أنت عتيق إن فعلت كذا أو إن حصلت على كذا مثلا يفرد مثلا بيعلمه في المدارس يقول له أنت إن حصلت على شهادة السنوية العامة أنت عتيق مثلا يعني أصبح إيه علقها على شيء يحدث وفي الحالة دي ممكن برضو الجد اللي هو إيه أو الأب يعني يرجع في الهبة دي لأنه علقها بأسفة ولا تزويج للرقيق ولو زوج هذا العبد زوجه برضو له أن يرجع ويرجع تاني في حيازة الوالد كل دي أشياء لا تمنع الرجوع في الهبة هبة الوالد لولده ولا زراعة للأرض يعني أنا وهبته قطعة أرض واتده هو يزرح ليه يرجع فيها يعني زرعه للأرض اللي أنا وهبتهاله ما يمنعنيش أن أنا نرجع فيها طالما هو ابني واضح ولا إدارة أنا وهبته شقة صارت ملكا له بالهبة وهو ابني فرحمة أجرها وأنا ظهر ليه أن المصلحة أنه نرجع في هذه الهبة ليه أنه نرجع وتبقى الإيجارة تابعنا بقى واضح؟ كل دي ما يمنعش بخلاف لو استهلكها بخلاف لو خد الشقة وبعها وخد ملها وصرفها معرفش أن أرجع خلاص فيه ولا زراع للأرض ولا إيجارة لأن العين بقية بحالها في العلة هنا إيه العين بقية بحالها إنما التانيين في الأمور اللي استهلكت فيها العين إما باعها أو شيء ما أكل فأكله واضح؟ أو شيء يصبح فزبحه ولا يفسخ الوالد الإيجارة طيب افرد أنه هو وهبته أرض فأجرها وأنا رجعت في الهبة تعود إلي الأرض مؤجرة مفسخش الإيجارة واخد بالك ولا يفسخ الوالد الإيجارة إن رجع بل تبقى بحالها كالتزويج برضو خد العبد ده رقيق اديته لابني فابني رح مزوجه فأنا بان لي أن أرجعه لحياستي تاني أرجع في الهبة يرجع لي متجوز الزواج يبدأ تصحيش برض واضح؟ ولا يفسخ الوالد الإيجارة إن رجع بل تبقى بحالها كالتزويج ويرجع في العين مسلوبة المنفعة مدة الإيجارة ويرجع في العين مسلوبة المنفعة مدة الإيجارة هتبقى مسلوبة المنفعة مدة الإيجارة بس لأنه ابني أبض الإيجارة خلاص وسكن الراجل لمدة سنة وأبض إيجار السنة خد وصرف ترجع لي ترجع لي والدي يعني لكن مسلوبة المنفعة مدة الإيجارة غير جدا تقول لي لي تاني ما أخده صرفه ما أخد حاجة واستهلكها ما فيش رجوع فيها واضح؟ أنا بنتكلم له الرجوع في الحاجة الباقية أما المستهلك ما يرجعش فيه أنا وهابت ابني حاجة رجوع ببيع الولد الموهوب ولو لأبيه الواهد أو وقفه لا أو عدقه أو نحو ذلك مما يزيل السلطنة يمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوب يعني ابني وهبته شيء خد الشيء ده بيعه يمتنع الرجوع لأنه خرج عن حيازاته وأخذ بالك ولو كان البيع ده لأبيه كويس؟ الواهد أو أوقفه جعله وقفا لله ما ينفعش أرجع فيه بأ أو أعتقد أو نحو ذلك مما يزيل السلطنة وإن لم يزل الملك كالكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه وإن لم يزل الملك كالكتابة يعني عقد المكتبة يعني عمل عقد بينه وبين الموهوب له إنه يشتري نفسه منه والإيلاد يعني استولد الجارية لأن لو استولد الجارية لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها قضي لا يجوز إيه؟ هبتها لكن يجوز بيعها ورهنها عند الإفلاس والإيلاد والرهن بعد قبضه ولو عاد بعد البيع فلا رجوع ولو عاد بعد البيع فلا رجوع لأن الزائل العائد كالذي لم يعد هنا آه يعني افرد إن الإبن اللي أنا وهبته الشيء ده باعه مليش الرجوع بعد ما باعه رجع في البيع مليش برضه رجوع واضح لأنه خلاص تصرف فيه بالبيع والعودة مرة واضح واضح ما هو برده خلاص بقل يا سلطان نفس الحكاية ما هو الهبة زي البيع أحكامها أحكامها لأنها تمليك بالقبض لو قبضها خلاص ولو عاد بعد البيع فلا رجوع لأن الزائل العائد كالذي لم يعد هنا ولبعضهم كما اشتهر وعائد كزائل لم يعد في فلس يعني في الفلس معهبة للولد نفس الحكاية في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق يعني بيجمعها لك من العقود المختلفة ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادات المتصلة كالثمن أنا وهبته الخروف ده لابن فابني واخد الخروف ده كان وزنه عشرين كيلو قاعد يربيه الخروف كبير بأربعين كيلو وانا رجعت للهبه يرجع لي بزيادته المتصلة به يرجع لي بالزيادة المتصلة به واضح؟ كالثمن دون المنفصلة كالولد أنا وهبته نعجة نعجة دي إيه؟ نعجة دي إيه؟ نعجة دي إيه؟ أنسة الخروف اسمها نعجة كما أن الشاه أنسة الجدي المعز أنا وهبته شاء أو نعجة فأخذها فاستولدها ولدت عنده المولود ده منفصل فارجعت للهبه يرجع لي النعجة بس واللي تولده في ملكه واضح؟ طب حملة وانا رجعت ترجع لي ويا حامل لأن الحمل متصل بيه لكن المولود منفصل عنه تقيم ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته المتصلة كالثمن دون المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للولد لحدوثه على ملكه بخلاف الحمل المقارن للهبه فإنه يرجع فيه وإن انفصل لأنه من جملة الموهوب ويحصل الرجوع بنحو إيه هي صيغة الرجوع بالهبه نحو رجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكه أو انقضت الهبه أو أبطلتها أو فسختها ولا يحصل بوطء الأمن ولا ببيع ما وهبه الأصل لفرعه ولا بوقفه ولا بهبته ولا بعتاقه يعني ما يحصلش الرجوع لو وطأ الأمن لوهبها لابن ما يحصلش الرجوع مش معنى كده إن وطئها معناها عادت في ملكه لا لازم بالألفاظ استجابه ولا ببيع ما وهبه الأصل ولا إننا أبيعه هو لسه في ملك ابني دون أن أعلمه إننا رجعه برضو ما ينفعه ولا بوقفي ولا أوقفه ودون أن أعلمه إننا رجعه ولا بهبتي أو أهبه لغيره دون أن أعلمه إننا رجعت في الهبه ولا أعطقه وهو تحت سلطاني كل دي لازم الأول أعلمه إننا أعطى تنبيه هنقرأ التنبيه ده ونقيم الصلاة لكي نقف في العمرة والرقبة ونخلصها المرة الجيلة يسن للوالد وإن على العدل في عطية أولاده نحن نتكلم بقى فيهبة الوالد لأولاده فعايز يجيب لك حاجات متعلقة بهذا الأمر وهو العدل بين الأولاد يسن للوالد وإن على وإن على يعني الجد وجد الجد وأبو الجد وهكذا يسن للوالد وإن على العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكور والإناث تيها في ناس بتغلط في الهبة يدي للذكر لابنه ضعف ما يدي البنت هذا في الإرث مش في الهبة الهبة تسوي إدت لابن بطنية يضغط بيها أدي البنت بطنية لابن بطنية ورجلها تبان وتبرد لا ينفع يبقى العدل مطلوب وهبت ابني يأكل ويأكله لا يدي ابني رغيف وبنتها يديها نص رغيف هذا خلق لازم العدل لابن يأكله مثل بعض أنا أجبت شقة لابني أجب شقة لابنتي لأن هذا ليس قارثة، هذا هيبة في الهبة غير الإرث الإرث يجب أن يموت طول ما أنا عايش أعدل بينه أجبت لابني عربية الذكر أجيب لابنتي عربية فهمت بقى إزاي؟ أجبت لابني ببلة أجيب لابنتي فستان فهمت بقى المسألة أجيب لها نص فستان لأن الببلة بنتلون وجاكت وما أجيب لها جيبة وأجيب للولد ببلة لا، أجيب لها ثوب كامل زي ما أجيبت لها ثوب كامل وهكذا في كل نظير خلافا لما يفعلوا بعض العوام غلطانين العوام دول غلطانين وساعات الأبناء يقول للأبو كده يقول له أنت جبت لأختي عربية بتجيب لي عربية وتحط لي قيمة عربية تانية في البنك بس يتدل على أبوه بقى بهمت إزاي؟ غلط لا مش واجب عليه خالص هو واجب أنه يعدل وخلاص يعدل في النفقة واخد بالك بينهم ذكورا كانوا أو إناسا ده حتى في القبلة والنظرة والرعاية والسؤال كل ده يعدل بينهم تنفع كل حاجة تنفع كل حاجة إن شاء الله تبقى شربك ليه المشكلة؟ أنت جعان وعجبك طب الشرب تعيبني كل شيء تبقى ده خده أي حتى ماهد ديافة مايدخلة مايدخلة في الهبة ماهد ديافة هيبة بس اللي يتملك إلا بإيه؟ بالإزدراض يعني بلح مش كده ما قلناها في الفروع يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولادي بأن يسوي بين الذكور والإناث فيها وكذا في سائر وجوه الإكرام حتى في التقبيل والبشاشة لخبر البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أولاديكم بل يكره تركه يعني يكره ترك إيه؟ التسوية والعدل ومحل ذلك فين بقى؟ عند الاستواء في الحاجة أو عدمها إمتى تعدل في الهبة بين ولادك لما يقل اتنين محتاجين زي بعض أدي دا زي مادي دا؟ طب مثل الواحد من أولادي عنده قدرة وعنده زكاء وتخرج ومتوظف وعنده أموال كتيرة والتاني ممشيش في التعليم وضعيف وماشي في الدنيا كده أو عنده مرض مزمن ممكن أميز الضعيف على التاني لأن فيه هنا مسوغ بقى التاني ماشي في حياته والتاني مش معرقل فيها فهمت إزاي؟ يبقى إمتى يعدل لما يستوه في الحاجة؟ واضح دي نقطة برضو هامة ومحل ذلك عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا يكره تركه فلا يكره ترك العدل يعني ليه؟ لأنه بقى فيه مسوغات أنجب ولد عنده شلق الأطفال وبقيت ولاده كلهم عندهم شلق الأطفال ماشيين كويين يقوم إيه يخص الولد ده بالذات بحاجة معينة لإيه لضعفه البدني مش هيتصلح أنه يكافح في الحياة زي دول أو عنده مرض مزمن أو شيء من هذا أو ما كملش تعاليمه أو أي سبب من الأسباب ومحل ذلك عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا يكره تركه وعلى ذلك يحمل تفضيل بعض الصحابة بعض أولادي على بعض كتفضيل الصديق رضي الله عنه السيدة عائشة على غيرها من أولادي ومحل ذلك أيضا عند عدم عزر وفيه برضو أنا عندي ابن عاق بي لا يسأل علي ويوم يقعد معايا يعلي صوته علي ويوم يتمكن من مالي يتصرف فيه من ورايا يعني واد أرفني أو مدمن أو أي حاجة مصيبة من مصايب الزمن وعندي ابن ثاني بار بي وصالح وحاجة يبقى ممكن أميز ده على ده يبقى عندي مسوّغات تخليك تميز واضح ومحل ذلك أيضا عند عدم عزر كعقوق ونحوه من سائر المعاصي وهو أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى ليس بالهي ما لم يكن ما أداه به واجبا لكن افرد أذى الأب بأذى واجب يعني أمره بالمعروف أبوه سكري سكير فبقى يقول له ما تشربش خمرة يا باب يقول له ابعلي ولد يقوم ياخد الخمرة يخبيها من أبوه أو ده بالنسبة لأبوه إذاء تفهمت إذاء لأنه غاوي يشربها كل يوم لكن هنا في الشرع ما يعتبرش إذاء ده ما يعتبرش إذاء والشرع لأنه ده أمر معروف نعم منكر تفهمت بقى المسألة أو نهى عن منكر وعطية الأولاد للأصول كعكسه آه لما يعطي برضو إفرد الولد بقى هو اللي حيعطي الأبي وأمه برضو يعطي تفهمت إزاي بين الأب والأم إلا لو كانت الأم حاجتها أكثر من الأب يعني بسعيتها يفضل للأم أكثر أو إفرد الأب حكته أكثر من الأم يفضل الأب أكثر وهكذا في امتباع المسائل وهكذا في كل نظير يعني وعطية الأولاد للأصول كعكسه كعطية الأصول للأولاد يعني برضو يسن فيها العدل عند انتفاء الأسباب المسوغة لتمييز أحدها مع الأب فلو في أسباب مسوغة لتمييزها مع الأخر خلاص مفيش مشكلة فيسن للولد التسوية بين والديه إحنا بنعمل عيد الأم يروح جاي بديئة الأم طيب يجيب بديئة لأبوه برضو فهمت إزاي؟ لأنه يسن التسوية واخد بالك يا أما ما يجبش للأتنين وقول لهم كإجازاكم الله خير ويدعي لهم وخلاص حلو جدا أو لو عايشين مع بعض يجيب مأكول عشان اللي اتنين حيكلوه مع بعض لكن لو أجاب ملبوس يبقى يجيب ملبوس لأبيه زي ما يجيب ملبوس لأمه طيب الاثنين مش محتاجين واضح؟ لكن إفرد أبوه ما بيكسيش أمه عشان إيه؟ يعني دخله قليل فشايف الأم بتلبس ثياب دي بقى لها عشرين سنة مغير طوار فجاء في عيد من الأعياد جاب لها ثياب تانية ومجابش لابي ينفو ينفى هنا واخد بواها كذا يبقى على حسب إيه حال كل إنسان فيسن للولد التسوية بين والريء إذا وهب له ما شيئا بل يكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد فإن فضل أحدهما لو أراد إن يفضل أحدهما فالأم أولى لخبر إن له ثلثي البر ولا شك أن التسوية بين الإخوة ونحوهم مطلوبة برضو أخواته إخواته نفس الحكاية ما يميز أخت ويترك أخت تاني ما يميز أخت ويترك أخ تاني علشان يبقى محبوب من كل تبقى شي قطيعا ولا شك أن التسوية بين الإخوة ونحوهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع وصلت الرحم نفسها بقى اللي ما خرج عن الإخوة والأب والأم الأعمام الأخوال الخلات أبناء الأعمام دخلنا بقى في الدائرة الأوسع دي مندوبة بقى وصلت الرحم مندوبة أما الإيه لحرام قطع الرحم إذاءهم هو دل حرام إنما إنك توصلهم دي مندوبة يستحب دي من كمال البر واضح لكن لو خطعتهم يبقى هو دل حرام قطعة الرحم من الكبال وإذاء الرحم من الكبال لكن صلتهم يعني يعني تبعت لهم هدايا كل شوية يجي العيد الأضحى تروح بعد خروف لولاد عمك وخروف لولاد خلفك وخروف مش عارف لمن دي حاجة جميل حلوة لكن مش واجب عليه لكنها حاجة حلوة يساند لكن لا يجب وصلت الرحم مندوبة ولو بنحو إرسال سلام أو هدية أو كتاب ولو مسجيا أو نحو ذلك على ما جرت به عادته معهم فإذا اعتادوا ذلك افرر أنه هو عود بقى صلة الرحم دي احنا قلنا مندوبة افرر هو عودهم على الصلة دي كويس وبقالين جاء قطعها يدخل في الإزاء يبقى هنا يقع في الإزاء يبقى ما يقطعهاش بقى طالما عملها ما يقطعهاش حتى لا يوزيه حنطيم الصلة بعد خمس دقائق للي عايز يصبر ولي مش عايز أصبر برضو يصبر لأننا نقوم بعد خمس دقائق يعني أنت يتصبر يتصبر والله مع الصابرين شوفت بقى الديموقراطية يخيروك الحمد لله مجلس العسكري بخيرنا يتوارد يتوارد اختار وربنا ينجينا من المتحكمين بس في حاكم وفي متحكم احنا تعودنا أن حكامنا يبقوا متحكمين مش يبقوا حكام فربنا ينجينا وينجيهم مننا ومنهم وصلت الرحم من دوبة ولو بنحو إرسال سلام أو هدي أو كتاب أو نحو ذلك على ما جرى بيعدة معهم فإذا اعتادوا ذلك وصاروا يتأذون بتركه حرم قطعه لأن إذا هم حرام لأن ذلك يعد من قطيعة الرحم وهي من الكبائر لا يقال كيف يكون ترك السنة حرام حراما لأن ممكن واحد يقول لك من شدة بتقولي يا أخي سلطة الرحم سنة طب ازاي في الأخي خلت لي حرام فكيف يكون ترك السنة حراما لأن نقول إنما حرم من حيث التأذي الذي حصل بالقطع لا من حيث ترك السنة حصل لأن حصلت عليه حاجة زادت على إنه هو سنة إنه يتأذو لو لم تفعل لأنك عودتهم على هذا والله تعالى أعلى وأعلم ونقف على قوله أعمر شيئا أو أرقب لإسماء العمر والرقبة سنقراها المرة الجاية إن شاء الله واللهم علمنا ما ينفعنا وإنفعنا بما أعلمتنا وزدنا علما إن شاء الله الأسنين القادم بين المغرب والعشاء ومن أول شهر عشر حيبقى بعد العشاء بما شهر تسع هي بالدرس بين المغرب والعشاء ومن أول شهر عشر إن ساء الله يبقى بعد العشاء وجزاكم الله خير